مقرر الفصل الدراسي الأول من منهج مبادئ المحاسبة المالية إن شاء الله اليوم هنحاول نعمل مراجعة على المقرر بشكل عام ونتعرف على شكل الاختبار واختبار مبادئ المحاسبة المالية طبعا مبادئ المحاسبة المالية مقرر أو منهج بيتم دراسته في الصف الأول السنوات التجاري للمرة الأولى فما فيش كان قبل كده مقرر في المرحلة التعليم الأساسية عن المبادئ المحاسبة المالية وبالتالي هيكون عزيزي الطلاب هينتبكم بعض القلق عن شكل الامتحان وإزاي امتحان مبادئ المحاسبة هيجي وإحنا مش عارفين شكل الامتحان هيكون إزاي وأسئلة من هذا القبيل أنا عايز أطمن حضراتكم بقولكم ما تقلقوش الامتحان إن شاء الله بإذن الله بسيط وسهل هنعمل مراجعة سريعة على الموضوعات اللي احنا تنولناها في مقرر مبادئ المحاسبة المالية وبعدين نبتدي ناخد شكل أسئلة هتجيلكم إن شاء الله شبيه بها في امتحان الفصل الدراسي الأول تعالوا نسترجع مع بعض بشكل سريع إيه هي الموضوعات اللي درسناها في الفصل الدراسي الأول من مقرر مبادئ المحاسبة المالية اتعرفنا على تعريف المحاسبة أو مهية المحاسبة وفروع علم المحاسبة وأهداف المحاسبة ووظائفها وتعرفنا أيضا على الطرق المحاسبية واضحنا إن هناك عدة طرق محاسبية من ضمنها الطريقة الإيطالية اللي هي بتعتمد على دفتر واحد اليومية ودفتر واحد الأستاذ والطريقة الإيطالية تعتبر أولى الطرق المحاسبية اللي ظهرت في عام 1494 اليوم ان شاء الله بإذن الله هنستكمل حدثنا برضو أيضا عن الطريقة الإيطالية اللي احنا مستمرين فيها دفتر واحد اليومية ودفتر واحد الأستاذ وهنا نتناول الطرق المحاسبية الأخرى في الفصل الدراسي الثاني يبقى أهم شيء عزائي الطلاب ان احنا ناخد بالنا ان احنا ما زلنا في الطريقة الإيطالية دفتر يومية واحد ودفتر أستاذ واحد اتعرفنا أيضا على الدورة المحاسبية اللي هي ما بتختلفش باختلاف الطريقة المحاسبية وقلنا عندنا تمغ خطوات للدورة المحاسبية أول خطوة فيها زي ما أوضحنا في سابق قلنا عندنا تحليل العمليات المالية من واقع الفواتير والمستندات تسجيل العمليات في دفتر اليومية ترحيل العمليات لدفتر الأستاذ اعداد ميزان المراجعة قبل التسويات ثم اعداد التسويات الجردية ثم اعداد ميزان المراجعة بعد التسويات ثم اعداد القوام المالية ثم اعداد قيود الاقفال وتسجيلها بدفتر اليومية العامة واوضحنا العلاقة اللي بتربط بين خطوات الدورة المحصلية وبعضها البعض اتعلمنا اربع مهارات المهارة الاولى وهي ازاي اقدر حلل العملية المالية من واقع الفواتير والمستنات وقلنا عندنا قاعدة القيد المزدوج وقاعدة القيد المزدوج وتقول لي ان كل عملية مالية لها طرفان طرف مدين وطرف دائن وبنفس القيمة وعشان اقدر احدد الطرف المدين والطرف الدائن قلنا باعتمد على انواع الحسابات وانا عندي انواع الحسابات عندي حسابات شخصية وانا الحساب الشخصي لما بياخذ بيكون مدين لما بيعطي بيكون دائن عندي حسابات حقيقية واوضحنا ان الحسابات الحقيقية لما بتزيد بتكون مدينة لما بتنقص بتكون دائنة وانا عندنا حسابات اسمية اوهمية وهي بتضم مجموعتين المصرفات والخسائر مدينة بطبيعتها وفي حالة الزيادة بتكون مدينة وفي حالة النقص بتكون دائنة والإيرادات والإرباح حسابات دائنة بطبيعتها وفي حالة الزيادة بتكون دائنة وفي حالة النقص بتكون مدينة يبقى المهارة الأولى إزاي أحلل العمليات لطرف مدين وطرف دائن المهارة الثانية إزاي أقدر أسجل العمليات في دفتر اليومية وأوضحنا أننا عندنا نسجل العمليات في دفتر اليومية العامة اللي بتعتمد عليه الطريقة الإيطالية في شكل إما قيد بسيط أو قيد مركب قيد بسيط بيكون كلا طرفيه حساب واحد يعني الطرف المدين حساب واحد والطرف الدائن حساب واحد القيد المركب بيكون كلا طرفيه أو أحدهما أكثر من حسابه بأنه هو التاني من أنواع القيود اللي هو قيد القيد المركب واللي بيكون كلا طرفيه أو أحدهما أكثر من حساب وقلنا لما يكون الطرف المدينة اكتر من حساب بنقول من مزكورين ونقل من مزكورين واوضحنا اهمية شرح القيد ان القيد مش بس طرف مدينة وطرف دان ولابد ان انا سجل في دفتر اليومية شرح القيد وتاريخ العملية الخاصة بالقيد تعرفنا بعد كده على كيفية اعداد او ترحيل العمليات من دفتر اليومية لدفتر الاستاذ وقلنا دي مهارة لابد ان انا اتمكن منها لأن مهمة من المهارات المهمة في الواقع العملي أتعرفنا أيضا على كيفية إعداد ميزان المراجعة وإعداد القوائم المالية تعالوا نشوف شكل من أشكال الأسئلة اللي هممكن تجيلي في الامتحان والمتعلقة بتسجيل العمليات في دفتر اليومية وترحيلها لدفتر الأستاذ تعالوا نشوف مع بعض السؤال الأول من الأسئلة اللي ممكن تجيلي في الامتحان في الفصل الدراسي الأول السؤال الأول بيقول لي تمت العمليات التالية بمنشأة البدر التجارية خلال شهر فبراير من عام 2020 أول عملية بيقول لي في 1 فبراير 2020 بدأت المنشأة أعمالها التجارية بتقديم الآتي 60 ألف جنيه نقدية بالخزينة و60 ألف جنيه نقدية بالبنك و80 ألف جنيه بضاعة و60 ألف جنيه أراضي و40 ألف جنيه أول عملية أحلل العملية طبعا طالما المنشأة بتبدأ أعمالها بيكون عندي حساب شخصي وهو حساب رأس المال وبيكون حساب شخصي أعطى وبالتالي هيكون طرف دائم الخزينة حساب حقيقي زاد وبالتالي هيكون مدين البنك حساب شخصي أخذ هيكون مدين البضاعة حساب حقيقي زاد هيكون مدين الأراضي حساب حقيقي زاد هيكون مدين الأوراق المالية حساب حقيقي زاد وبالتالي هيكون مدين يبقى عندي طرف المدين أكتر من حساب والطرف الدائم حساب واحد وهو رأس المال أسجل العملية في دفتر اليومية اقول من مذكورين حساب الخزينة ستين الف جنيه في المدين حساب البنك ستين الف جنيه حساب البضاعة تمانين الف جنيه حساب الاراضي ستين الف جنيه حساب الاوراق المالية ايضا حساب مدين في القيد اربعين الف جنيه الى حساب رأس المال بمجموع ما قدمته او ما قدمه ملاك المنشأة لبداية اعمال المنشأة هيكون المجموعة تلتميت الف جنيه اشرح العملية بداية المنشأة أعمالها التجارية أسجل تاريخ العملية أسجل تاريخ العملية واحد اتنين العملية التانية أعزائي الطلاب يقول لي في اتنين منه اشترت المنشأة بضاعة بالأجل يعني على الحساب بمبلغ خمسين الف جنيه من محلات عاصم بخصم تجاري عشرة في المية طيب يبقى أنا هنا عندي على طول شراء بضاعة هيكون عندي الطرف المدين حساب المشترات لأن البضاعة حساب حقيقي زاد والبضاعة زي ما أوضحنا في حلقات صابقة يفتح لها حساب عند شراء يسمى حساب المشترات عملية الشراء تمت بالأجل وبالتالي يكون الطرف الدائن هو حساب محلات عاصم لكن ناخد بلنا أعزائي الطلاب في هنا خصم تجاري والخصم التجاري عشرة في المية وبالتالي هحسب الخصم من إجمالي قيمة البضاعة واستبعده هضرب الخمسين ألف تعالوا نشوف مع بعض إزاي يقضى نحسب الخصم التجاري لأننا سجل البضاعة بصافي القيمة بعد استبعاد الخصم التجاري تعالوا نشوف مع بعض أنا عندي ثمن البضاعة خمسين ألف جنيه يبقى الخصم التجاري في العملية هيكون بيساوي هضرب الخمسين ألف جنيه في عشرة على مية هيكون الناتج خمس تلاف جنيه أجيب سمن البضاعة بعد الخصم اللي أنا سجله في الدفتر في القيد هقول خمسين ألف جنيه اللي هي أجمالي تمن البضاعة استبعد منها الخمس تلاف جنيه اللي هو قيمة الخصم التجاري هيكون عندي الناتج خمسة واربعين ألف جنيه يبقى أصبح عندنا عزيزي الطلاب تمن البضاعة خمسة واربعين ألف جنيه أسجل العملية في دفتر اليومية المشتريات طرف مدين بخمسة واربعين وحساب محلات عاصم طرف ضائم بخمسة واربعين ألف جنيه تعالوا نشوف مع بعض إزاي نسجل العملية في دفتر اليومية هنقول من حساب المشتريات خمسة واربعين ألف جنيه إلى حساب محلات عاصم خمسة واربعين ألف جنيه شراء بضاعة من محلات عاصم بخصم تجاري عشرة في المية اسجل تاريخ العملية اتنين اتنين العملية اللي بعدها بيقول لي في اربعة منه سحبت المنشأة مبلغ تلاتين الف جنيه من حسابها الجاري بالبنك ودعاء بالخزينة يعني المنشأة سحبت مبلغ من حسابها من البنك اوضعاته في الخزينة هنا عندي حساب البنك هيكون حساب شخص اعطاء وبالتالي هيكون طرف دائم والخزينة حساب حقيقي زاد وبالتالي هيكون طرف مدين اسجل القيد في دفتر اليومية من حساب الخزينة تلاتين الف جنيه الى حساب البنك تلاتين الف جنيه في الدائم شرح القيد تحويل مبلغ من البنك الى الخزينة تاريخ العملية اربعة اتنين العملية اللي بعدها عزيزي الطلاب بيقول لي في خمسة منه قبلت المنشأة كمبيالة بالمستحق عليها لمحلات عاصم تستحق الدفع بعد شهر من تاريخه كمبيالة المنشأة قبلتها بالمستحق عليها وبالتالي هتكون هذه الكمبيالة هيفتح لها حساب يسمى حساب اوراق الدفع طيب اطلاعما المنشأة عليها مبالغ وهتقبل كمبيالة او هتحرر ساند ازيزي زي ما اوضحنا في الاوراق التجارية كمبيالة والساندات الازدية هنفتح حساب يسمى حساب اوراق الدفع طيب انا كان علينا محلات عاصم الديب العملية دي مرتبطة بالعملية اللي هي كانت في اتنين منه اشترت المنشأة بضاعة بالاجل بضاعة بمبلغ خمسين الف جنيه من محلات عاصم بخصم تجاري عشرة في المية وكنا حسابنا المبلغ اللي هو الخصم بضاعة خمسة واربين الف جنيه المنشأة تحرر لمحلات عاصم كمبيالة وبالتالي حساب محلات عاصم هيكون حساب شخصي اخذ هيكون مدين وحساب اوراق الابض اللي هيقوم مقام الكمبيالة هيكون حساب شخصي اعطى وبالتالي هيكون دائن اسجل القيد في دفتر اليومية من حساب محلات عاصم في المبلغ المدين بخمسة واربين الف جنيه الى حساب اوراق الدفع في المبلغ في الدائن خمسة واربعين الف جنيه أشرح القيد قبول كنبيالة بالمستحق على المنشأة لمحلات عاصم في خمسة اثنين العملية اللي بعدها عزيزي الطلاب بيقول لي في سبعة منه في سبعة منه باعت المنشأة بضاعة بمبلغ عشر تلاف جنيه لمحلات عادل بخصم خمسة في المية إذا تم السادات خلال أسبوع ناخد بنا عزيزي الطلاب عملية بيع بضاعة يبقى هنا عنده على طول حساب المبيعات المبلغ مية الف جنيه لمحلات عادل بخصم خمسة في المية إذا تم السادات خلال أسبوع ده خصم يا عزيزي الطلاب نفتكر مع بعض ده خصم نقدي لإن جي بعده شرطه إن الخصم اللي بيجي بعده شرطه بيكون خصم نقدي طيب وده بيدلل أيضا إن عملية البيع تمت بالأجل وطالما عملية البيع تمت بالأجل يبقى على طولها يكون حساب محلات عادل طرف مدين لإنه يكون حساب شخصي أخذ والمبيعات هتكون طرف دائن وأنا قلت طالما إن الخصم قلنا قبل كده في حلقات السابعة الصبقة طالما إن ده خصم نقدي بهمله مع عملية البيع والشراء وبالتالي هنسجل العملية بإجمال المبلغ اللي هو مئة ألف جنيه ولكن هنشوف هنحدد المدة أو التاريخ اللي ممكن يسدد فيه العميل عادل ويستحق في هذه الحالة الخاص فعايزيننا خباننا إن أول يوم اللي هو تاريخ البيع سبعة اتنين والمدة بتاعة الخصم سبعة أيام يبقى نحسب كده مع بعض مدة الخصم أسبوع يبقى هنحسب مع بعض أسبوع بالإضافة إلى يوم سبعة قلت قبل كده يا عزيزي الطلاب إن اليوم الشراء أو يوم البيع بيعد من ضمن مدة الخصم يبقى هعد معايا يوم سبعة واحد يبقى لو العميل سدد يوم سبعة واحد يحصل على الخصم وتمانية واحد لو العميل سدد يوم تمانية واحد يحصل على الخصم وتسعة اتنين لان عملتش البيع كانت في شهر اتنين يبقى انا عندي سبعة اتنين تمانية اتنين تسعة اتنين عشرة اتنين 11 اتنين 12 اتنين 13 اتنين سبع ايام لو العميل سدد في اي يوم من السبع ايام دول هيحصل على الخصم يبقى اخر يوم ممكن العميل يسدد فيه ويحصل على الخصم هو يوم 13 اتنين لكن لو العميل سدد بعد مدة الخصم يعني سدد يوم 14 اي يوم 15 من نفس الشهر او اي مدة لحقل بعد كده في الحالة دي مش هيحصل على الخصم يبقى تعالوا نسجل العملية وناخد بالنا ان اخر يوم ممكن يستحق فيه العميل لو سدد يعني احنا حصلنا منه المبلغ خلال المدة دي تكون اخر يوم يوم 13 اتنين تعالوا نسجل العملية عملية البيئة في دفتر اليومية ثم بعد كده نشوف ايه اللي هيحصل هل العميل هيسدد خلال مدة الخصم ولا هيسدد بعد مدة الخصم اروع على دفتر اليومية اسجل القيد من حساب محلات عادل 100 الف جنيه الى حساب المبيعات 100 الف جنيه اشرح القيد بيئة بضاعة لمحلات عادل بخصم نقدي 5% اسجل تاريخ العملية سبعة اتنين هتتبع عملية البيئة هل العميل هيسدد خلال مدة الخصم يعني المنشأة تحصل خلال مدة الخصم فهتمنح العميل في الحالة دي خصم مسموح بيه ولا هيسدد بعد مدة الخصم تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده في عملية البيئة الخاصة ببيئة بضاعة لمحلات عادل في 11 منه حصلت المنشأة المستحق لها من محلات عادل بشيك ودعا بالخزينة انا خباني عزيزي الطلاب حصلنا المستحق بمحلات عادل طب محلات عادل كان عليها ايه عليها مبلغ مستحق 100 الف جنيه ومرتبط بخصم نقدي 5% قلنا ان اخر يوم هيكون يوم 13 اتنين هنا خصلنا من العميل عادل 11 في 11 منه يعني في 11 اتنين وبالتالي هيستحق العميل عادل خصم نقدي ويسمى خصم مسموح به لان دي عملية بيع وفي الحالة دي هنحسب الخصم اللي هو الخمسة في المية من اجمالي ثمن البضاعة اللي هو 100 الف جنيه تعالوا نحسب الخصم المسموح به في الحالة دي عزيزي الطلاب هنجيب الخصم النقدي اللي هو في الحالة دي بخصم مسموح به هيساوي اجمالي ثمن البضاعة اللي هو مية الف جنيه في خمسة على مية هيكون الناتج خمس تلاف جنيه هجيب المبلغ المحصل نقدا من العميل هنحصل المبلغ المية الف جنيه بعد استبعاد الخمس تلاف جنيه عزيزي الطلاب اللي هو قيمة الخصم النقدي اللي هو يبقى خصم المسموح به هيبقى خمسة وتسعين الف جنيه المنشاة هنحصله من العميل عادل وكده العميل هستحق الخصم طيب بعد ما حسبنا الخصم المسموح به وعرفنا ان المبلغ اللي يحصل نقدا خمسة وتسعين الف جنيه تعالوا نرجع للعملية كده نبص علىها بسرعة بيقول لي حصلت المنشاة المستحق من محلات عادل بشيك مش نقدم لكن الشيك اودع فين اودع في الخزينة واحنا اوضحنا قبل كده عزيزي الطلاب في طرق وفاة ديون ان اذا اودع الشيك في الخزينة في هذه الحالة بيقع بيعمل معاملة الخزينة وبالتالي هيكون حساب الخزينة هو اللي طرف في العملية تعالوا نحلل العملية هيكون الطرف المدين حساب الخصم المسموح بي لانه يعتبر خسارة مدين وحساب الخزينة لانه حساب حقيقي هيزيد بقيمة الشيك اللي اودع فيه بخمسة وتسعين الف جنيه وحساب محلات عادل هيكون حساب شخصي اعطى وبالتالي هيكون طرف دائن هيكون انقيد عندي كيد مركب حساب خصم مسموح به خمسة تلاف جنيه حساب الخزينة خمسة وتسعين الف جنيه الى حساب محلات عادل مية الف جنيه اشرح القيد تحصيل المستحق من محلات عادل بشيك اسجل تاريخ العملية هداشر اتنين تعالوا نشوف عملية اخرى عزيزي الطلاب في العملية السبعة بيقول لي في تمانية وعشرين منه حصلت المنشأة ايراد اوراق مالية بمبلغ اربع تلاف جنيه نقدر تعالوا نحل العملية ايراد الاوراق المالية حساب اسمي اوهم ايراد زاد هيكون دائن الخزينة حساب حقيقي زاد بقيمة الارادات المحصلة وبالتالي هيكون طرف مدين يبقى عندي كده قيد بسيط هيكون طرف المدين حساب الخزينة باربع تلاف وطرف الدائن حساب ايراد الاوراق المالية تعالوا نسجل العملية في دفتر اليومية من حساب الخزينة اربع تلاف جنيه الى حساب ايراد الاوراق المالية اربع تلاف جنيه اشرح القيد تحصيل ايراد اوراق مالية نقدر اسجل تاريخ العملية تمانية وعشرين اتنين عملية اخرى من العمليات اللي تمت فيه منشاة البدر بيقول لي في تسعة وعشرين منه سددت المنشاة القاتي نقدر تلت تلاف جنيه ايجار محلات خمس تلاف جنيه اجور ومرتبات الف جنيه فطورة كهرباء منزل صاحب المنشاة طيب ايجار المحلات ده مصروف يخص المنشاة الاجور والمرتبات مصروف يخص المنشاة طيب فطورة كهرباء منزل صاحب المنشاة هل ده مصروف يخص المنشاة ده مصروف يخص صاحب المنشاة وبالتالي يعتبر مسحوبات نقدية يبقى مش هيسجل على انه مصروف يبقى خبالة عزاء الطلاب أحيانا يجيب لد من المصروفات المحصلة مصروف يخص صاحب المنشأة وقلنا أي مصروفات تسدد المنشأة نيابة عن صاحب المنشأة تعد في هذه الحالة مصروفات مسحوبات وليست مصروفات يبقى القيد عندي هيكون قيد مركب المصروفات حسابات اسمية أوامية يكون طرف مدين والمصروفات أيضا حساب شخصي أخذ هيكون مدين اللي هو بقيمة فاتورة كارباء صاحب المنشأة والطرف الدين هيكون حساب الخزينة لأنه هيكون حساب حقيقي نخذ بجملة المصروفات والمصروفات التي سددت تعالوا نشوف العملية في دفتر اليومية ونسجلها هيكون القيد عندي قيد مركب من مصورين حساب مصروف الإيجار بـ 3000 جنيه حساب أجور ومرتبات 5000 جنيه حساب المصروفات 1000 جنيه إلى حساب الخزينة بإجمالي المبالغ 3000 زائد 5000 زائد 1000 هيكون الناتج 9000 جنيه إلى حساب الخزينة أشرح القيد صداد مصروفات ومسحوبات نغدا أسجل تاريخ العملية 29-2 زي ما أوضحنا عزاء الطلاب بيجيلي مجموعة من العمليات وبيطلب مني في السؤال أسجل هذه العمليات في دفتر اليومي مش بس كده كمان لا ده ممكن في نفس السؤال يطلب مني أن أنا أصور صفحة من صفحات دفتر الأستاذ لأي حساب من الحسابات يعني ممكن يقول لي أنا عايز أتصور لحساب الخزينة في دفتر الأستاذ زي ما معنا في السؤال اللي تناولناه الآن طيب لما أجأ أصور يعني أصور حساب في دفتر الأستاذ يعني رحل العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ ثم بعد ذلك بعدما رحل عمليات أرصد وحسب رصيد الحساب وشوف رصيده المنقولة هيكون قد إيه يعني المبلغ اللي هيسجل بعد كده في الميزان المراجعة هيكون قد إيه تعالوا نروح على دفتر اليومية ونبتدي نعد زي ما هو مطلوب معنا كده في التمرين نعد أو نصور حساب الخزينة بدفتر الأستاذ لمنشأة البدر مطلوب الثاني بيقول لي تصوير حساب الخزينة بدفتر أستاذ منشأة البدر هروح على دفتر اليومية على طول وابتدي أرحل العمليات من دفتر اليومية لدفتر الأستاذ أول حاجة عزيزي الطلاب على طول لازم أسطر حساب لحساب الخزينة يبقى هنفتع الحساب الحساب بيكون له جانبين جانب مدين وجانب دان تعالوا نشوف مع بعض كده النموذج اللي عدناه لحساب الخزينة عندي الجانب المدين الجانب المدين لحساب الخزينة والجانب الدائن لحساب الخزين هبتدي بقى أروح على إيه هروح على دفتر اليومية وأمر على جميع القيود التي سجلت في دفتر اليومية وأي قيد ذكر فيه حساب الخزينة هيرحل هذا القيد لحساب الخزينة وهكذا على كل القيد القيد اللي مش هيسكر فيه حساب الخزينة طب من المنطق مش هيرحل لحساب الخزينة طيب لما جرحلوا القيد من دفتر اليومية لحساب الخزينة قلنا أول حاجة بسأل نفس السؤال الأول هل القد ده ذكر فيه اسم الحساب اللي أنا بصوره يعني ذكر فيه حساب الخزينة الإجابة نعم يبقى القد ده يرحل لحساب الخزين السؤال الثاني هل الحساب ده مدين ولا دائن إذا كان الحساب مدين يبقى يرحل في حساب الخزينة في الجانب المدين يعني إذا كان حساب الخزينة في القيد مدين هيرحل لحساب الخزينة في الجانب المدين طيب لو كان في الجانب الدائن هيرحل لحساب الخزينة في الجانب الدائن يعني لازم أكون عارف هل القيد هيرحل لحساب الخزينة في الطرف المدينة ولا في الطرف الدائم أو في الجانب المدينة أو الجانب الدائم من الحساب بعرفها إزاي هل الحساب حساب الخزينة جي مدين في القيد ولا جيه دائم السؤال الثالث المبلغ اللي مدين به أو دائم به الحساب يعني حساب الخزينة مدين بكام أو دائم بكام لأننا باخد المبلغ اللي قدام الحساب اللي أنا بصوره فيه دفتر الأستاذ السؤال الرابع بقول إذا كان حساب الخزينة مدين طب مدين لمين فباخد اسم الحساب أو اسم الطرف المقابل للطرف اللي موجود فيه حساب إذا كان حساب الخزينة مدين يبقى هاخد اسم الطرف الدائن أمام مبلغ حساب الخزينة في الطرف المدين وإذا كان حساب الخزينة دائم يبقى هاخد اسم الطرف المدين بالمبلغ اللي أمام حساب الخزينة في الطرف المدين تعالوا نشوف أول قد معنا وإزاي هنرحلوا لحساب الخزينة تعالوا نشوف القد الأول عندي في القد الأول بقول لي مين مزكورين وعندي حساب الخزينة مدين بستين ألف جنيه طيب حساب الخزينة مدين يبقى القد هيرحل فين؟ هيرحل لحساب الخزينة في الجانب المدين طيب السؤال التاني هو حساب الخزينة مدين بكام بالمبلغ اللي امامه هو ستين الف جنيه يبقى هناخد الستين الف جنيه في الجانب المدين طيب هو حساب الخزينة مدين لمين مدين للطرف الداني بقى الى حساب رأس المال اروح بقى كده بسرعة على حساب الخزينة واجه في الجانب المدين واكتب ستين الف جنيه واقول الى حساب رأس المال الى حساب رأس المال القيد التالي من حساب المشترات الى حساب محلات عصر هل القيد ذكر في حساب الخزينة لم يذكر بحساب الخزينة وبالتالي مش ارحل لحساب الخزينة اختخط هذا القيد واجيب القيد التالي القيد ده ذكر في حساب الخزينة نعم حساب الخزينة مدين بتلاتين الف جنيه طيب مدين بتلاتين الف المين الى حساب البنك يبقى القيد ده يرحل لحساب الخزينة في الجانب المدين باسم حساب البنك في خانة البيان اروح على حساب الخزينة في دفتر الاستاذ واكتب 30 الف جنيه في خانة المبلغ الى حساب البنك اتنقل على القيد التالي والقيد التالي بيقول لي من حساب محلات عاصم الى حساب اوراد دفع هل زكر فيه خزينة مفيش فيه خزينة اتخطى القيد دو اتخطى واجيب القيد التالي القيد التالي بيقول لي من حساب محلات عادل الى حساب المبعات هل زكر فيه خزينة لم يذكر به الخزينة اتخطى واجيب القيد التالي القيد اللي بعد بيقول لي من مزكورين حساب خاص مسموح به وحساب الخزينة الى حساب محلات عادل القيد ده زكر فيه حساب الخزينة عزاء الطلاب يبهقف عند هذا القيد طيب الخزينة مدينة ولا داء مدين طيب مدين بكام بخمسة وتسعين الف جنيه طيب مدين لمين مدين إلى حساب محلات عادل يبقى هرحل قيد دوت لحساب الخزينة في الجانب المدين بمبلغ 95 ألف جنيه باسم حساب محلات عادل أروح على حساب الخزينة في الجانب المدين وأكتب في خانة المبلغ 95 ألف جنيه إلى حساب محلات عادل أنتقل على القيد التالي بيقول لي من حساب الخزينة إلى حساب إرادة الأوراق المالية القيد ده ذكر فيه حساب الخزينة وحساب الخزينة مدين بأربع تلاف جنيه مدين لمين إلى حساب إرادة الأوراق المالي بالقيد ده هيرحل لحساب الخزينة على طول أروح على حساب الخزينة في الجانب المدين واكتب أربع تلاف جنيه إلى حساب إراد الأوراق المالية يبقى حساب الخزينة مدين في القيد رحلته لحساب لحساب الخزينة في دفتر أستاذ مدين باربع تلاف باسم إرادة الأوراق المالية تعالوا نشوف العملية اللي بعد كده عندي قيد جولي من مزكورين حساب مصروف الإيجار وحساب أجور ومرتبات وحساب المسعوبات إلى حساب الخزينة بتسعة تلاف جنيه الخزينة هنا دائنة بتسعة تلاف جنيه دائنة المين لأكتر من حساب يبقى هاخد اسم الطرف المدين اللي هو العنوان بتاعه من مزكورين واروح على حساب الخزينة لدفتر الأستاذ في الجانب الدائن لأن حساب الخزينة دائن واكتب في الجانب الدائن في المبلغ تسعة تلاف جنيه من مزكورين اخد اسم الطرف المدين وعشان الطرف المدين أكتر من حساب هاخدت العنوان بتاعه اللي هو من مزكورين أنا بعد مرحلت جميع العمليات لدفتر الأستاذ بحساب الخزينة هبتدي عايز أجيب الرصيد فهجمع الجانب المدين والجانب الدائن لكن أنا قلت معلومة قبل كده عزيزي الطلاب قلت لكم إذا كان الحساب طبيعته مدين يبقى لازم مجموعة الجانب المدين يكون أكبر من الجانب الدائن وإذا كان الحساب طبيعته دائن يبقى لازم الدائن يكون أكبر من المدين طيب الخزينة ده حسب طبيعته إيه؟ الخزين حسابه طبيعته مدين وبالتالي لازم الجانب المدين يكون اكبر من الدائم فهجمع المجموع هجمع الجانب المدين واحطه في الجانبين يبقى على طول اجمع الجانب المدين لان حساب الخزين حساب طبيعته مدين واوضعه فين في الجانبين عندي بقى اجمع الجانب المدين ستين الف وتلاتين الف تسعين وخمسة وتسعين يبقى مية خمسة وتمانين الف واربعة تلاف يبقى 189 ألف أحط المجموع في الجانبين 189 ألف جنيه 189 ألف جنيه عايز أجيب رصيد الخزينة هترح مجموعة جانب الدائن من مجموعة جانب المدين أنا عندي مجموعة جانب المدين 189 ألف جنيه حطوته في الجانبين هشيل منه أو هستبعد منه 9000 جنيه يبقى 9000 نقص 189 ألف جنيه هيديني رصيد مرحل ب180 ألف جنيه أجيبه في الجانب التاني رصيد منقول لأن طبعا الرصيد المنقول هو اللي بيدلل على طبيعة الحساب أما الرصيد المرحل فبساوبه الجانبين أجيبه في الجانب المدين رصيد منقول ب180 ألف جنيه بكده أعزائي الطلاب اتعرفنا ازاي بنسجل العمليات بدفتر اليومية وبنرحل العمليات لأي حساب من الحسابات بدفتر الأستاذ وده شكل من أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيلي في الامتحان على تسجيل العمليات بدفتر اليومية وترحيلها لدفتر الأستاذ ممكن تجيلي بعض الأسئلة الأخرى على تسجيل العمليات بدفتر وميوتر حولها لدفتر أستاذ فممكن يجيلي السؤال في شكل اختيار من متعدد يعني يجيب لي عملية ويجيب لي لها أكتر من كيد ويقول لي اختار أنت العملية ثم يطلب مني أن أنا أنقل هذه العمليات في كراسة الإجابة الخاصة بي أو ممكن يجيب لي دفتر يومية به بعض القيود قيود ناقصة يعني من مثلا جايب للطرف المديد للقييد ومش جايب لي الطرف الداين وجايب لي شرح القيد وعايزنا أنا جيب الطرف الداين أو جايب لي الطرف الداين ومش جايب لي الطرف المدين وجايب لي شرح القيد وعايزنا أنا جيب الطرف المدين تعالوا نشوف نمازج لبعض الأسئلة اللي هي الاختيار من متعدد أو الإكمال اللي ممكن تجيلي في الامتحان على تسجيل العمليات في دفتر اليومية تعالوا نشوف السؤال التالي طبعا ده شكل دفتر الاستاذ زي ما وضحنا تعالوا نشوف السؤال التالي بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة لكل عملية من العمليات التالية وانقلها في دفتر يومية منشأة رحمة بكراسة اجابتك انا هقرى العملية احللها للطرف المديني والطرف الدائم ثم بعد كده جايب لي ثلاث اختيارات الف وبي وجيم هشوف الهوم فيهم اللي صحيح ثم هنقل بعد كده القيد في دفتر او في دفتر يومية بكراسة الاجابة زي ما هنشوف اول عملية بيقول لي في واحد مارس عشرين عشرين اشترت المنشأة اساس بمبلغ خمستاشر الف جنيه من محلات طارق نقدن طيب تعالوا الحل العملية اشترت المنشأة اساس هيكون ايه الاساس طرف مدين لان انا قلت لما اشتري اصل من الاصول السابتة غير البضاعة بذكره باسمه طيب انا شاري اساس والاساس اصل من الاصول السابتة لما اشتريه هيذكر باسمه وهو حساب حقيقي زاد فيكون مدين طيب المبلغ خمستاشر الف جنيه من محلات طارق وسدد المبلغ ايه نقدن بحساب الخزينة هيكون طرف في العملية ويكون حساب حقيقي نقص وبالتالي يكون دان وبالتالي القيدة عنده يكون من حساب الاساس الى حساب الخزينة بخمستاشر الف جنيه ادور بقى على القيد انهو في الاختيارات الف ولا بي ولا جيم طبعا واضح ان هو الاختيار رقم به خمستاشر الف جنيه من حساب الاساس الى حساب الخزينة تعالوا نشوف قيد تاني او عملية تانية بيقول لي فيه خمسة مارس عشرين عشرين سددت المنشأة ايجار منزل صاحب المنشأة بمبلغ اربع تلاف جنيه ادر اي مصروف المنشأة تسدده زي ما اوضحنا يخص صاحب المنشأة يعتبر مسخبات وهيأثر على حساب المسخبات وحساب المسخبات حساب شخصي لانه يخص صاحب المنشأة اخذ هيكون مدينة بالتالي ايجار ده محسبوش ايجار ما سجلوش مصروف هو عايز نغبط لي لا ده مسخبات تخص صاحب المنشأة وبالتالي هتأثر الاجار الخاص بمنزل صاحب المنشأة اثر على المسخبات والمسخبات هيكون طرف مدينة المبلغ اندفع الاجار اندفع بتاع صاحب المنشأة من الخزينة والخزينة حساب حقيقي نقص وبالتالي هيكون داني بالقيد عندي من حساب المسخبات الى حساب الخزينة جايب لي عندي تلات اختيارات القيد اللي هون فيه من صح ألف ولا به ولا جيم عايزك تركز كده احنا قلنا ايه من حساب المسخبات الى حساب الخزينة واضح انها الاجابة رقم جيم من حساب المسخبات اربع تلاف جنيه الى حساب الخزينة اربع تلاف جنيه عملية اخرى عزيزي الطلاب بقول لي في عشرة مارس عشرين عشرين سحبت المنشأة كنبيالة بمبلغ عشرين الف جنيه من بمبلغ عشرين الف جنيه على محلات توفيق تستحق الدفع بعد شهر من تاريخه طيب لما اجي حل العملية المنشأة سحبت على محلات توفيق بقى محلات توفيق دي عميل وبالتالي الكنبيالة هتكون في الحالة دي ورقة ايه ورقة قبل وأوراق القبل حساب شخصي هيكون اخز هيكون مدين ومحلات توفيق هيكون حساب شخصي اعطى هيكون دائن يعني القدع عندها يكون من حساب محلات من حساب اولاق القبض إلى حساب محلات توفيق بمبلغ عشرين الف جنيه احنا قلنا دي ايه اوراق عبد مش اوراق داف طيب انه عملية من العمليات او ايه اختيار من اختيارات اللي بياه اللي قال القد اللي احنا قلناه بعد محلات العملية من حساب اولاق القبض ب Prab Grant الف جنيه الى حساب محلات توفيق القيد عندي اللي هو رقم واحد من حساب اه اوراق القب الى حساب محلات توفيق بعشرين الف جنيه هو كان طالب عندي يا عزاء الطلاب بيقول لي بعد ما تختار الاجابة الصحيحة انقل هذه الاجابة في كراسة اجابتك وسجلها في دفتر يومية منشأة رحمة يبقى لازم اتروح بقى على كراسة الاجابة تسطر دفتر يومية وتكتب عليه كده واحد دفتر يومية منشأة رحمة وبعد ما تسطره تنقل فيه القيود بالترتيب وبترتيب تواريخ العاملات لان العاملات بتسجل في تسلسل وتكتب شرح القيد وزي ما احنا شفنا نقلنا العمليات بشرحها لان زي ما وضحنا عزاء الطلاب شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحاسبي ده كان شكل من اشكال الاسئلة اللي ممكن تجيلك في الامتحان الشكل التاني من اشكال الاسئلة اللي ممكن تيجي على دفتر يومية انه يجيب لي دفتر يومية به قيود القيود دي احد اطرافها المدينة او الدينة نقصة مش مكتملة يعني حاطط لي مكانها نقط ويقول لي اكمل هذه القيود ومن خلال شرح القيد وانقل هذه العمليات بعد ما تكمل الاجابة في دفتر اليومية بكراسة الاجابة الخاصة بيك تعال نشوف شكل من الاشكال الاسئلة اللي ممكن تجيلي في الاختبار في الفصل الدراسي الاول على هذا النحو تعالوا نشوف السؤال التالت بقول لي اكمل المجهول في القيود التالية ثم انقلها بقراسة اجابات وجايب لي واحد دفتر يومية منشأة نورهان ده دفتر يومية المنشأة اللي اسمها منشأة نورهان وجايب لي بقى الجانب المدين المبالغ والدائن وجايب لي بقى خيود تعالوا نشوف كده اول قيد كاتب لي فيه المبلغ المدين 25000 جنيه من حساب البنك وقال لي الى وحطط لي نقط وفي المبلغ ايضا نقط طبعا كل عملية لها طرف مدين وطرف دائن فطالما ان المبلغ المدين ب25000 يعني الطرف المدين ب25000 يبقى لازم الطرف الدائن يكون ايضا ب25000 طيب انا هجيب الطرف الدائن ازاي اللي هو المجهول على طول هقرأ هقرأ العملية هقرأ من اين من خلال الشرح بتاعها فهو بقول لي بدأت المنشأة اعمالها التجارية بايداع مبلغ بالبنك اللي هو يوصد ال 25000 جنيه يبقى انا عندي هنا على طول يا عزاء الطلاب عندي طلبة المنشأة بتبدأ اعمال التجارية يبقى يكون عندي رأس المال حساب شخصي اعطى وبالتالي يبقى الطرف المجهول هنا عندي هو رأس المال يبقى رجاء على طول مسجله 25000 جنيه في الدائن المبلغ الى حساب رأس المال العملية التانية بيقول لي من حساب وحطط لي نقاط وفي المبلغ ايضا نقاط وبيقول لي الى حساب الخزينة في المبلغ الدائن 4000 جنيه بيشرح لعملها بيقول لي في شرح العملية شراء بضاعة من محلات عادل نقدم طيب انا لما بشتري بضاعة بيكون عندي ايه اه بيكون عندي حساب المشتريات طرف مدين طب هو نقدا يبقى الخزينة طرف دائن هو هنا عايز الطرف المدين يبقى يكون الطرف المدين حساب المشتريات يبقى على طول يكون عندي الطرف المدين من حساب المشتريات باربع تلاف جنيه العملية اه الاخيرة بيقول لي من حساب وحطط لي نقاط وجايب لي ايضا في المبلغ نقاط الى حساب محلات عاصم في الدائن كاتب لي 3000 جنيه وبيقول لي حررت لنا محلات عاصم سند اذني بالمستحق عليها طيب محلات عاصم لما تحرر لنا سند اذني احنا قلنا السند الاذني او الكنبيالة احنا بنعرفهم انهم ايه اوراق تجارية لكن لما بيبوا يسجلوا عندنا في دفتر اليومية يا اما بتبقى ورقة قبل يا بتبقى ورقة دفع واحنا قلنا نكتفي بنشأة الورقة طيب قلنا اوراق الدفع دينا بطبيعتها واوراق القبض مدينة بطبيعتها طيب لما محلات عاصم تحرر لنا سند يبقى في الحالة دي احنا ايه المنشأة بتاعة نورهان هتقبض يبقى على طول السند في الحالة دي يكون ورقة ايه قبضه هيكون حساب شخصي اه اخذ وبالتالي هيكون مدينة بقى يكون عند الطرف المدين من حساب اوراق القبض بتلات تلاف جنيه الى حساب محلات عاصم الطرف الدين تلات تلاف جنيه وبكده يكون انا اكملت القيود النقصة فاضل حاجة واحدة بس انقل هذه الاجابات في كراسة الاجابة هتروح بقى عزيز الطالب على كراسة الاجابة الخاصة بيك وتسطر دفتر يومية بنفس الشكل وتسميه دفتر يومية متشاعة نورهان وتبتدي تنقل كل الايه كل القيود بالترتيب بالترتيب وبالتسلسل التاريخ ما ينفعش اجيب عملية قبل عملية لان عملية بتسجل بترتيب حدوثها ده شكل من اشكال العمليات اللي ممكن تظهر او تظهر بدفتر اليومية ويتم تظهر بالمنشاعة او تقوم بقى المنشاعة ويتم تسجيلها في دفتر يومية وترحلها الى دفتر الاستاذ خدنا كذا شكل عزيز الطلاب من الاشكال اللي ممكن يجيلي عليها اسئلة في الامتحان قلنا ممكن يجيلي السؤال يقول لي سجل العملية دي في دفتر يومية ورحل حساب او صور الحساب معين في دفتر الاستاذ وممكن يجيب لي حساب او اكتر يعني مش شرط يجيب لي حساب واحد ممكن يجيب لي اكتر من حساب خدنا شكل تاني من الاسئلة اللي هو ممكن يجيب لي الاسئلة في دفتر يومية عمليات واختيار منين من متعدد خدنا شكل تاني اللي هو ممكن يجيب لي قيود نقصة وأنا أكمل القيد من خلال شرح القيد وزي ما أوضحنا عزيزي الطلاب إن شرح القيد جزء لا يتجزأ من القيد المحاسبي طيب إيه اللي ممكن ييجي في الاختبار تاني ده جزء من اللي إحنا درسناه في الفصل الدراس الأول طيب إحنا درسنا أيضا ميزان المراجعة ودرسنا القوائم المالية طيب إحنا عندنا إيه في القوائم المالية عندنا حساب المتاجرة وحساب الأربع وخسائر والميزانية العمومية لهم بطريقة تقليدية وذي قلنا في فاسد الدراسي الاول هنكتفي بالحسابات الختمية والميزانية العمومية اللي هي القوائم الملية بالطريقة التقليدية طيب ممكن يجيلي سؤال في الامتحان يجيبلي ارصدد ميزان المراجعة بعد التسويات ويقول لي عد الحسابات الختمية او يقول لي حساب المتجرحة وحساب الارباح والكسائر وعد الميزانية العمومية في تمرين واحد او في سؤال واحد ممكن ايضا يقوللي بالاضافة ان انت هتعد الحسابات الختمية وتعد الميزان العومية اعد ميزان المراجعة يعني ممكن يجيب لي رأس المال مجهور زي ما اوضحنا قبل كده في حلقات سابقة ويقول لي عديني ميزان المراجعة قبل ما تعد الحسابات الختمية وتعد قيمة الميزانية العمومية تعالوا نشوف السؤال التالي جايب لي هنا عزاية الطلاب السؤال الرابع وبيقول لي استخرجت الارصدة التالية من دفاتر منشأة السواح في 31 12 20 20 وجايب لي أرصدت الحسابات المشتريات والعملاء وأورال قد وكذا وبعدين بيقول لي فإذا علمت أن بضاعة آخر المدة قد درب بمبلغ 16 ألف جنيه المطلوب تصوير حساب المتجرة وحساب الأرباح والخسائر في 31 12 20 وإعداد الميزانية العمومية في 31 12 20 أنا على طول هروح جاي عدد الحسابات الختمية هعد هساب المتجرة وهعد بعضه على طول بعد ما عد حساب المتجرة على طول هعد حساب الأرباح والخسائر زي ما احنا شايفين وبعد ما عد حساب الأرباح والخسائر هعد الميزانية العمومية وابتدي بعد كده أرحل العمليات او اعمل توجيه حسابي محاسبي للعمليات او لارصدة الحسابات من ميزان المراجعة لحساب المتاجرة تعاني نشوف اول حساب عندي المشتريات 200 ألف جنيه بروح على حساب المتاجرة في الجانب المدين واكتب حساب المشتريات بكام ب200 ألف جنيه عندي بعد كده حساب العملاء وحساب العملاء دي اصل من الاصول المتدولة هروح عزيزي الطلاب على الميزانية العمومية في الاصول المتدولة واكتب العملاء سابعين الف جنيه في الجزء بعد كده هروح على اوراق القبض 24 الف جنيه اوراق القبض ايضا اصل من الاصول المتدولة هروح على الميزانية العمومية في الاصول المتدولة واكتب اوراق القبض 24000 جنيه في الجزء بهذه الطريقة عزيزي الطلاب احنا اوضحنا قبل كده ازاي بنعد الحسابات الختمية وبنعد الميزانية العمامية للأسف وقتنا وقت حلقتنا مش هسعفنا ان احنا نكمل التمرين او السؤال اللي امامنا الان ونعد الحسابات الختمية والميزانية العمامية هنتظر منكم ان انتم تحلوا هذا التمرين وان شاء الله باذن الله في الحلقة القادمة نعدوا مع بعض باذن الله لكن تعالوا قبل ما نختم وننهي حلقة اليوم تعالوا نفتكر مع بعض ايه المهارات اللي احنا درسناها في الترم الاول وعايزك تكتب معايا الحاجات دي لان الحاجات دي مهمة احنا اتعرفنا في الفصل الدراسي الاول على مهارة مهمة جدا وهي تحليل عمليات الى طرف مدين وطرف دائن وفقا لنظرية القد المزدوج من واقع الفواتير والمسترنان وقلنا بيتم تحديد المدينة والدائم في ضوء انواع الحسابات زي ما اوضحنا المهارة التانية ازاي بنسجل العمليات في دفتر اليومية وقلنا عندنا بنسجل عمليات في دفتر اليومية في شكل قيد محاسبي قيد محاسبي ممكن يبقى قيد بسيط او قيد مركب زي ما اوضحنا وبعدين بنرحل العمليات لدفتر الاستاذ ودي مهارة بهمة جدا ازاي تقدر ترحل العملات من دفتر اليومية لدفتر الاستاذ المهارة الرابعة ازاي تعد ميزان المراجعة المهارة الخامسة وهي مهارة شاملة اعداد القوى المالية ودي بتشمل تلات مهارات المهارة الاولى ازاي تعد حساب المتاجرة ازاي تعد حساب الارباح والخسائر ازاي تعد الميزانية العمومية وطبع احنا عارفين ان فيه علاقة بتربط بين التلات بين حسابات الختمية وبين الميزانية العمومية بين الحساب المتجرة وحساب الأرباح وخسائر ناتج حساب المتجرة بيظهر في حساب الأرباح وخسائر وناتج حساب الأرباح وخسائر بيضاف أو بيطرح يعني إذا كان ربح بيضاف على رأس المال في الميزانية العمومية في الحقوق الملكية وإذا كان خسارة بيطرح من حقوق الملكية أو من رأس المال في بداية السنة بجانب حقوق الملكية والخصوم في الميزانية العمومية أعزائي الطلاب مش عايز القلق ينتبكم وانتم داخلين على اختبار الفصل الدراسي الاول عايزك تكون هادي ما تستعجلش في اجابتك ركز اقرأ العملية مرة واثنين اقرأ السؤال مرة واثنين وثلاثة وتأكد من المطلوب منك قبل ما تبتدي الجاوب في الختام ادعو الله سبحانه وتعالى ان نكون قدف فقنة في تقديم فكرة بسيطة عن شكل اختبار الفصل الدراسي الاول في مادة مبادئ المحاسبة واتمنى لكم اعزائي الطلاب التوفيق والنجاح وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة القادمة حلقة للمراجعة ايضا هنكمل فيها حدثنا عن شكل الامتحان او اختبار الفصل الدراسي الاول في مادة مبادئ المحاسبة المالية وإلى ان نلقاكم اعزائي الطلاب نترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته